يعني أنا بقول لكم شخصيا مش تقلديه وأنا لما عدت معاه وأنت كلام شباب حلو بتاع فجئت بقى بخطواته الراجل ده أنتج ولحنى ومثالى وغنى ودخل في دولاب العمل في النادي الأهلي من أدق تفاصيله وأخطر تفاصيله إلى أن كان هو المايسترو للحفل المبدع اللي شوفنا ده أنا بقى يعزك واحدة واحدة كده تفاهم الناس علاقتك بالنادي الأهلي وكيف بدأت أنا الأول مبسوط أن أنا مع حضراتكو جدا 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 نحن لو سعدات بك جدا جدا وبرنامج مهم وعريق وأهم برنامج وأقدم برنامج في القناة وأنا بقدر حضراتكو الاتنين والله شخصيا جدا جدا وإحنا زيما اخترناك عرفت أن انت اخترتنا طبعا طبعا ودي حاجة شرف ليا وأنا وطبعا قبل أي حاجة أحبه يعني أولا حتىك مبروك على التكريم اللي أنت تستاهله ولو اللي تعامل ده تعامل قده عشر مرات ما يكفيش حق حضراتك والله يا بشموندس وفعلا مش كلام أنت متحيز لباس حضراتك عارف أنه ده رأيي مش كلام مجملة أنا عارف عارف ومش كلام برامج أنا فعلا الحقيقة أن أنا الحمد لله قابلت بشموندس علي من سنين وكنت فعلا لسه صغير حتى أحلامي كانت فيها هو شوية سلزاجة شوية لكن الراجل ده أنا شفت أنه هو بيحب النادي ده إزاي وصادق في حبه إزاي وشفته في مواقف في ظل إدارات مختلفة لأن على مدار الأكتر من عشر سنين دول تقريبا أمه 12 سنة 12 سنة ففي الـ 12 سنة دول يعني إيه ثلاث مجالس صحي يوم ثلاث مجالس فشفته في مواقف مختلفة وفي إدارات مختلفة وإنه هو إزاي ففي ظل ما الناس معايا الناس ضدي الناس حباني الناس مش حباني هو طول الوقت بيحط كلمة الأهلي فوق الجميع اللي هي فوق مصلحة ولاده صحيح صحيح فأنا بقول لحدك مبروك على التكريم وهو أولايل على حضرتك وطبعا فضل من عند ربنا ومبسوط إن أنا معاكو جدا جدا طبعا يا أستاذ برهين بص يا جماعة يعني عشان كده أنا أقولتوكو قبل الفاصل دي المفاجأة لأنه كل اللي شاف حفل العشرة وكل اللي استمتع واللي حس بالإنبهار والإعجاب للنادي الأهلي عملوا في الحفل سأل سؤال الأفكار دي جات من إيه الحفل اللي حصلت في مرعب مختارة تيتش أكدت لنا على كام حقيقة مهمين جدا الأولى إنه ما فيش إبداع بدون حب النجاح والإبداع مشروط بالحب في حالة حب فيه إبداع وفيه إنتاج وفيه حاجات فوق الخيال وفوق التصور البشري ثانيا كمان النجاح والإبداع والتميز مش محدود بسن الفكرة بتيجي لأي سن في أي وقت تلاقي حاجات غير طبيعية عشان كده كل اللي حس بالدهشة واللي حس بالإنبهار واللي حس حتى بالفخر والسعادة من جماهير الأهلي في هذا الحفل سأل سؤال كل ده جي منين ترجمة نانسي قنقر